شيء مهم جدا 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 في مسألة المهارة دي ايه هي بقى عدم اللهم احنا محتاجين نعرف ان الخلاف ده مش شيء سلبي يا الله العظيم الخلاف مش شيء سلبي بالعكس في ناس كتيرة جدا بيكتشفوا بعض ويزداد حبهم لبعض لما ايه اللي يحصل لما يدخلوا في خلاف صحي ونقاش صحي حول الخلاف عشان كده بلاش نقولهم شريك حياتنا لو حصلوا اختلاف نحن مع بعض والعكس لان ده ممكن يبقى يخلي الاختلاف يدوم ويخلي الاختلاف يفقد ان هو مصدر من مصادر التعلم على فكرة الاختلاف من اهم مصادر التعلم الزواجي فممكن اختلافنا يخلينا نتعلم مع بعض على فكرة ممكن الزوج يكون حصل على شيء مزيد من الوعي ومزيد من الثقافة وهي ممكن يكون عندها مزيد من الوعي ومن الثقافة حول نقطة معينة لما نختلف مع بعض كل واحد فينا يبين اللي عنده نفس اللي بيحصل في حياة العلم ممكن يحصل في حياة البيوت وعشان كده يحضرني فائدة تعلمناها من سيدنا الإمام أحمد لما تنميزه إسحاق ابن بهلول الأنباري ألف كتاباً أسماء والاختلاف فقال له الإمام سميه كتاب السعة فالاختلاف سعة ورحمة ولازم أكد لكم بس وإحنا نتكلم في نهاية الكلام عن هذه المهارة أحب أفكركم بمثل سمعنا من أهلينا زمان القلب على قلب رحمة يعني خلي قلبك دايماً على قلب شريك حياتك ارحمه وعلى فكرة ده معنى مهمة جداً جداً وإنت بتدخل الخلاف وإنت بتدخل أن أنا أختلف وهرحم أختلف وهأبل أختلف وأتواد سيدنا الإمام الشفعي يقول ما جدلت أحداً إلا وأسألت الله أن يزرى الحق على يديه فلازم تخلي الخلاف اللي بينك وبين حبيبك ليس قطيعة للعلاقة وقطيعة للمحبة بل فتح باب جديد للمحبة اسمه باب التعلم المتبادل وكل واحد فينا تعلم أو تثقف في حاجة نقاط الخلاف بتكون فرصة مهمة جداً إن كل واحد فينا يزهر قديه وحريص إنه ويعلم شرك حياته عشان يبقى أقرب إليه ويبقى أقرب الناس إليه وساعتها كل واحد فينا هيشعر بالأمان حتى ولو في وسط الخلاف ويحس إن نقاط الخلاف بتزدنا ثقة ببعض وتزدنا محبة وفتكروا إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وعطفهم وحبته وشفقته على السيدة عائشة حتى وقت الخلاف فيقول لها إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبة أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت عني غضبة قلت لا ورب إبراهيم فكان صلى الله عليه وسلم أحن الناس وألطف الناس حتى في وقت الخلاف فمن حلمه صلى الله عليه وسلم كان لا يترك وقت الخلاف ولكن صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرها ويفتح باب المحبة والود واللطف وقت الخلاف ده من أكتر الأوقات الممكن حد يسرق قلب حبيبه لما يكون عنده مهارة الحوار حول النقاط الخلافية اللي بتعلمنا الرشد حتى في أوقات الخلاف وتعلمنا أن الخلاف لا بد أن يفضي إلى اقتلاف يا رب جعلنا من أهل هذه المهارة واشرح صدرنا وجعلنا من الطيبين المطيبين وجعلنا يا ربنا ممن يسيرون خلف سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وتكون قلوبنا مقبلة عليك وقلوبنا من الرحمين المرحومين يا رب العالمين